أطلقت شركة نوفو نورديسك عقار أنسولين قاعدي جديد لمرض السكر باسم تريسبا ويوفر العلاج بحسب الشركة حلا مرينا بشكل أكبر لمرض السكر حيث يمكن تناوله مرة واحدة فقط بشكل يومي ويقلل أيضا من خطر هبوط مستوى السكر في الدم كما يعد العقار الجديد تريسبا بحسب آراء المختصين بمرض السكر آخر دواء توصلت إليه الأبحاث الطبية في هذا المرض العلان عن إنسولين جديد يدخل الكويت وهو إنسولين تريسبا أو ديقل ديق اسمه العلمي هذا الإنسولين من أحدث الإنسولينات التي اخترعت في العلاج الطبي للنوع الأول والنوع الثاني للسكر وهذا الإنسولين حقيقة أوجد حلول كثيرة لمشاكل كانت موجودة عند مرض السكر فالميزة في الدول الجديد هذا أنه يقلل من نسبة الإصابة بالهبوط خصوصا بالليل الدراسات أثبتت أنه تقريبا 25% أقل نسبة هبوط في الناس اللي عندهم سكر النوع الأول وأيضا 42% و43% يعمل هبوط في الناس اللي عندهم سكر النوع الثاني الحلو فيه إنه هو إحنا قاعد نحاول ننشاب الإنسولين طبيعي في جسم الإنسان كثر ما نقدر الفترة الزمنية مالتها تكون أكثر من 24 ساعة